وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري أكد عدد من النواب تقديرهم لاهتمام القيادة السياسية بالمرأة المصرية لافتين إلى أن منحة التمويل الخاصة بمشروع تعزيز قدرات مكتب شكاوى المرأة تهدف لتقديم دعم حقيقي للمرأة الهدف من المنحة أن نعمل دعم حقيقي للشكيات داخل المجلس القومي للمرأة في مكتب مهم جدا في السادة الموظفين حيتم تأهلهم على أعلى مستوى والغير كده كمان فكرة تعزيز دور المرأة المصرية هي أن الناس مش عايزة تسمعوا كلامها عايزة تشوفوا تنفيذ على أرض الواقع فده الدور اللي حين نشكر المجلس القومي للمرأة اللي هو بيقوم به على مدار السنين اللي فاتت يأتي اهتمام القيادة السياسية والدولة المصرية اللي اهتمام بالتنمية المستدامة وأيضا إعلان وإطلاق استراتيجية حول إنسان بشكل عام والاهتمام ودعم المرأة المصرية وحوقها بشكل خاص بتأتي هذه المنحة وهذا القرار بشكل داعم وتنفيذي على أرض الواقع أن يكون فيه مكاتب متوجدة في كل ربوع مصر فيه قرى الصعيد والأرياف والوجه البحري والقبلي تسمع عليه شكاوي المرأة دا شيء مهم جدا ولكن الأهم إن هي تكون مطورة على المستوى اللي يليه بالمرأة المصرية